بعد مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان طرح سؤال عن كيفية مواجهة واشنطن لداعش كورسان خبراء عسكريون ذهبوا إلى أن أمريكا ستواجه عقبات في محاربة التنظيم لوجود عدة عوامل منها المناطق الجبلية الوعرة وسعوبة تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات من دون طيار لكونها لم تعد تملك قواعد عسكرية على الأرض وبجانب ذلك فإنها لن تطلقى دعما من دول الجوار على الأقل في الوقت الراهن كما قلل المراقبون العسكريون من خطورة داعش كورسان على تنفيذ هجمات خارج أفغانستان وأشاروا إلى أنه لم يعد يمثل خطرا على الأمن القومي العالمي لكونه لا يمتلك البنية التختية التي تؤهله لشن هجمات مثل داعش الأم بل سيكون تركيزه منصبا على الداخل الأفغاني لكن لم يستبعد الكبراء العسكريون التنصيق بين الولايات المتحدة وطالبان ضد داعش كورسان حيث ستحرس واشنطن على تقديم معلومات استخباراتية في المقابل تلاقت وجهة نظر الكبراء العسكريين مع مصادر أفغانية في أن واشنطن لم يعد في مقدورها بشكل موسع شنوا غارات جوية ضد داعش كورسان لأنه أصبح تحديا كبيرا لها وربما تنفذ هجوما جويا عن بعض لكن على الأقل في الوقت الراهن ليس متاحا كما ترجح المصادر الأفغانية وجود تنصيق ومشاورات مستقبلية خلف السيطار بين طالبان والاستخبارات الأمريكية لمواجهة التنظيم نظرا لوجود مصالح مشتركة مستبعدة في الوقت نفسه استعانت واشنطن بقوات حليفة على الأرض لمحاربة داعش كورسان ترجمة نانسي قنقر